يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله وبالعالمين واشهدوا إلا إله إلا الله وليه صالحين واشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله سلواته الله وسلامه عليه وعلى من تبيه هده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذا باب الربا والربا في اللغة كما سبق الإشارة لي الربا لغة بمعنى الزيادة والنماء ومن قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تردون وجه الله فأولئك هم المضعفون وكذلك قوله فلا وطار الأرض همدة فإذا بطار الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نعم بطار الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني نمت وزدت إذا أصل المادة لغة تدل على الزيادة هذا أصل المادة في اللغة تدل على الزيادة والمقصود بالربا الربا في الصلاح عند أهل الفقه وفي الصلاح الشوعي الربا قسمان منه أشد أنواع الربا هو ربا النسيئة هذا أشد أنواع الربا وهو الربا الذي كان معلوما في الجاهدية وهو الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في قطبة وداعه فقال عليه الصلاة والسلام وربا الجاهدية موضوع تحت قدمية وأول ربا أضعوا ربانا ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لأنه كان يدين الناس بالربا فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النوع الأول هو أشد أنواع الربا ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا حديث مسام بن زيد لا ربا إلا في النسيئة والمقصود به كأن يدين رجل آخر دينا يعطيه ألفا ويقرزه ألفا ومئة يعطيه خمسة همسة ألاف ويقرزه خمسة ألاف ومئتين هكذا يزيد على قيمة القرط وهذا النوع الأول من أبيبه وهذا النوع مدمر مدمر للأمم والمجتمعات والأفراد سوف أن نفصل كمان في ذلك النوع الثاني من الربا هو ربا الفضل وربا الفضل أي أن هناك تحريم الربا في أصناف معينة تسمى في الشريعة الأصناف الربوية وهي التي جاء فيها الحديث المتفق عنه والتي بين أيدينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزهب بالزهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والطمم بالتمي والملح بالملح يدا بيدا سواء بسواء فمن زاد أو سزاد فقط أربا فهذه الأصناف الستة هي أصناف هبوية بمعنى أنه لا يجوز أن تباع هذه الأصناف ببعضها إذا اتفقت في الجنس متفاضلة متفاضلة ولا نسيئة يعني الزهب بالزهب لا يجوز بيع الزهب بالزهب متفاضلة سواء كان أحدهما رضيئا والثاني جيدا أحدهما تبغا والثاني مصنوعا ونحو ذلك الزهب بالزهب لا يجوز أبدا متفاضلة ولا يجوز أبدا نسيئة فهذه الأصناف الستة لا تباع بمثلها إلا بشرطين الشرط الأول هو التماثل يعني الزهب بالزهب أو الفضة بالفضة أو البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح للملح إذا أردت أن تبيع زهبا بزهب أو فضة بفضة أو بر ببر إذا بيع بيخلع لابدا لهم من شرطين بالإجمع الشرط الأول هو التماثل ولا عبرة بأن أحدهما رضيئا والثاني جيدا ده عبرة بذلك والثاني هو القبض في المجلس أن يتم التقابض في المجلس فلا يحل بيع الزهب بالزهب أجلا لابد يكون التقابض في المجلس نعم طيب إحنا ذكرنا إذن إذن إذا اتفقت الأجناس لابد لها من شرطين في البيع بالإجمع الشرط الأول هو التماثل يعني خمسة جرامات ده خمسة جرامات عشرة جرامة عشرة بغض النظر عن العيار نعم الشرط الثاني هو أن يكون يدا بيد إذا اختلفت الأجناس إذا اختلفت الأجناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت أجناسه فبيرعه كيف يشك يعني ذهب بالبر ذهب بالطمر أو في الضهر بالشعير فهذا يجوز فيها التفاضل يجوز فيها النسيئة يعني يدفع بعد ذلك لأن الأجناس مختلفة يعني كلام على إيه على الأجناس المتفقة سواء اللي اتفقت في عينها يذهب بذهب وفضة بفضة لابد لها من شرطين التماثل والقبض في المجلس أو بر بالبر أو الشعير بالشعير لابد لها من التماثل والقبض في المجلس إذا اختلفت الأجناس ذهب ببر أو فضة بشعير فجوز فيها النسيئة يعني يشتهي ويدفع فيما بعد ويجوز فيها التفاضل لأن الأجناس مختلفة إذا اختلفت الأجناس لكنها متفقة في العلة مع بعضها البعض يعني ذهب بفضة أو بر بالشعير أو الطم بالملح فهذه الأصناف اختلفت الأجناس لكنها متفقة في إيه؟ في علتها فهنا يجوز التفاضل لكن لا بد أن يكون يدا يدا بيد أشارنا إلى هذه المسائلة طبعا قبل المرة علينا قبل أشارنا إليها قبل يعني أفرادها المؤلف رحمه الله تعالى بباب لخطورة هذه المسائل أمور الله وقد سبقت الإشارة إليها في باب في البيوع العلماء أيضا تكلمنا في من العلماء أو يعني العلماء اختلفوا في في علة يعني هالة ربا يجري هالة ربا يجري في غير هذه ستة أصنف ما زي يسمى ربا ربا الفضل هل يجري في غير هذه ستة أصنف أم أنه يقتصروا على ستة أصنف الظاهرية هم لا يقولون بالقياس يقولون فقط الربا ليجري إلا في هذه الأصناف الستة وقول الظاهرية قولون غير معتبر ولا وليعتدوا بهم في الخلاف لأنهم لا يقولون بالقياس والقياس ورد بقرآن والسن فلذلك قولهم بقصور ربا على هذه أصناف الستة قولون غير معتبر في هذه المسائل ولا كما ذكرت لكم لا يعتد بهم لا في الاتفاق ولا في الاختلاف عدم القول بالقياس يؤدي يقول إلى أن الشريعة ليست صالحة لكل زمان ومكان نصوص الشريعة محدودة طب ووقاع الناس غير محصورة يعني نصوص الشريعة محصورة ووقاع الناس غير محصورة فعدم القول بقياس معنا أن الشريعة ليست صالح لكل الزمان لا يعتدون بقول في الاتفاق ولا في الاختلاف إذن الصريح بأن الربا يتعدى هذه الأصناف الستة إلى الأصناف التي تشابهها في العلة واختلف العلماء في العلة والراجح في هذه المسألة حتى لا أدخلكم في الاختلاف أهلا الراجح أن العلة في الزهب والفضة أنها أثمان للأشياء إذن يجري الربا في الزهب والفضة وكل ما كان من جنس السمن مثل مثل العملات الآن الدولار الجنيهات الريالات هكذا ففي تجارة العملة لو باع الدولار مثلا بالجنيه المصوي يبقى اختلفت الأجناس لأنها متفقة في العلة يبقى لابد لها من التقابض في المجلس ولذلك تجارة العملة هي جائزة بشرط شرط أن تكون يداً بيد سواء باع 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 بفضة باع دولار بالزهب باع جنيه بالزهب لأن العلة واحدة في الزهب والفضة وغيرها من العملات أنها أثمان للأشياء الأصناف الأربعة الأخرى فالقول الغاجح فيها أن العلة فيها أنها مطعومة ومكيلة ومدخلة وهذا قول إمام مالك رحمه الله ويوافق قول الشفعي لكن يزيد على قول الشفعي الشفعي يقول بأنها مطعومة والإمام مالك والإمام أحمد يقول أنها مطعومة وموزونة ليس المطعومة فقط مطعومة وموزونة أو مكيلة فعند الإمام أحمد يجربة في البطيخ مثلا لماذا لأنه هي مطعومة لكنها لكن لا يجرب فيها الكيل أو الوزن الإمام مالك وهذا أعضل الأقوال في هذه المسألة وهو القول الذي يختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى ويجمع الأقوال أنها العلة في هذه الأصلاف الأبعاء أنها تكال أو توزن مع كونها أنها مكيلة وأنها مدخلة مدخلة وقوت مدخلة يعني تحفظ بنفسها يبقى أنها قوت ومكيلة ومدخلة تدخل بنفسها خرج من الادخار ما لا يدخل مثل الخضروات والفواكه هل يجري فيها مع أنها مطعومة ولا لا مطعومة لكن لها ليست مدخلة مدخلة يعني لا تحفظ بنفسها يبقى لو باع كيلو منجو بسنين كيلو منجو مثلا أو باع كيلو برتقال بسنين كيلو برتقال على الصحيح بأن هذا الأمر جائز لماذا لأن العلة لا تجهي هنا لأن البر والشعير والطمر والملح هذه الأصناف الأربعة هي يعني مدخلة وقوت يعني مطعومة وتكال فلا بد يعني لا يتعدى ربخ إلا في غيرها إيه 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 الأصناف اللي في معناها الأرز والزرع والزبيب ها واللبياء والفول والعتس كل الأصناف هذي الأصناف الأصناف اللي هي قوت ومدخلة يجري فيها إيه يجري فيها ربخ إذا بيعت بأجناسية فإذا بيعت بأجناسية لابد لها من شرطين التفاضل أي التماثل وأن تكون يدا بيد إذا اختلفت الأجناس مع اتفاق العلة بغرب الملح أو الشعير بالطمر يبقى لابد لها من القبض في المجلس كما ذكروا هذه صورة مجازة عن ربخ طبعا ربخ محظم ومصوص تحريب ربخ أشد حكم ربخ أنه من المحظمات القطعية ومن السبع المبقات التي أشعوا عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه والحليفة الصحيحين اجتنبوا السبع المبقات ومنها أكل البيبا والله جل وعلا توعد أكلة البيبا فقال جل وعلا الاستخفر الله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون أي من قبورهم عن تحشرهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس يحشون مجالين ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربع وحل الله البيع وحظ مريبا تكذيبا لهم البيع في منافع للناس بأحلق الله والربا كله مضار لأنه يعني لا يعيش المراب إلا على مصر دماء الناس ولذلك رأىه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليلة يعني معراج إسرائي في إسراء المعراج رأى رأى رجل يسبح في فحر من الدم وكلما اقترب وآخر جالس على شاطئ هذا البحر من الدماء وآخر جالس على شاطئ وكلما اقترب هذا الرجل من الشاطئ القمر حجرا فيه يعني ضربه حجر في فمه فرده فيه في البحر وهذه الجزاء من جنس العمل لأن المرابين كانوا يعيشون على مصر دماء الناس إذا جاء موعد الديد يقول إما أن تدفعه إما أن يزيد في قيمة الديد وهذا كل حرمه الله عز وجل فقال جل وعلا يا أيها الذين من اتقوا الله وذاروا ما بقي من أبيب إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأزنوا بحرب من الله ورسوله فأزنوا بحرب من الله ورسوله بحرب ناكرة ليدل على تفخيم هذه الحرب وتكويلها فالمرابي يحاربه الله جل وعلا في كل شيء يحاربه في ماله وفي ربح ولا يعلم أحدا امتددت هذه الحرب لكنه يعني يحاربه الله جل وعلا حتى قال ابن عباس وضي الله عنه لما يقال للمراب يوم القيامة خذ سلاحك يعني قاتل رب العالمين بنسلم يا أب فأزنوا بحرب من الله ورسوله وإن طبتم فلكم ورؤسوا أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ان طبتم من أكل ويبج بليس لك إلا وقص المال أقردته ألفا لك الألف قردته ألفين لك ألفين لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون بالزيادة على قيمة القرض ولا تظلمون بأن ينقص من قيمة أموالكم وإن كان ذو عسرة إذا كان المدينة معسرا وهذه أخلاق الإسلام العظيمة ابطالا لما كانت عليه الجهلية وإن كان ذو عسرة صاحب عسرة فنظرة أي فيجب إنذاره وإمهاله إلى ميسره إلى حين يتيسر له السداد ولما أمر بالإنذار حس على الصدقة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفق لفس ما كسبت وهم لا يرمون حديث الأول في الباب حديث أبي سعيد خدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان مشهور بكنياته رضي الله عنه صحابي جليل من المكترين يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسؤول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الزهب بالزهب إلا مثلا بمثلين لا تبيعوا الزهب بالزهب إلا مثلا بمثلين ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تشفوا يعني لا تزيدوا ولا تنقصوا لأن هذه اللوزة الشف يعني يعني يطلق على الزيادة ويطلق على النقصان يبقى ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا بعضها على بعض ولا تنقصوا بعضها عن بعض فيطلق على هذا ولا تبيعوا الوارقة بالوارق إلا مثلا بمثل الوارق اللي هو الفضة. بالفضة الا مثلا بمثل. مثلا مثل يعني ايه? يعني خمسة جرامات بخمسة. طالما فضة بفضة او ايه بيه لابد لها الا مثلا بمثل معنى يعني خمسة جرامات من الزب خمسة جرامات من الزب خمسة جرامات من الفضة خمسة جرامات من الفضة. صاع من الطم. بصاع من ايه? من من الطم. ولا تشف بعضها على بعض يعني لا تزيد ولا تنقص بعضها على بعضه. ولا تبيع منه غائبا بناجز. ولا تبيع منه غائبا بناجز الناجز الحاضر. يبقى ولا تبيع منه غائبا بناجز يبقى بيشترط التقابض في ايه? في المجلس. يبقى ليه جوز بيعها نسيئة. نسيئة يعني 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 يشتري منه مثلا زهب اليوم بخمسة الاف يعطي اربعات الاف وقوله غدا ان شاء الله يعطيك الالف هي متبقية. لا? فهذا يبقى النسيئة لا يجوز. لان الزهب والنقود ايه? جنس واحد. العلة واحدة. فيها جوز فيها التفاضل لك لابد يكون يدا بيد. او زهب بزهب. ايه ولا تبيع منه غائبا بناجز. يبقى لابد يكون التقابض ايه? معنى غائبا بناجز يعني لا تبيع ناجز حاضر. يبقى لابد ان يكون التقابض في المجلس. حل هذه المسألة طب الناس اللي هي عندها زهب مثلا تريد انها تستبدل هذا الزهب بزهبا جديد. يبقى يبقى ماذا تفعل? لا تبيع زهب بزهب. لان لو بعد لانه لا عبرة في القديم الجديد ولا عبرة باختلاف العياض. يبقى الحل لا تبيع الزهب بالنقود ثم للشيء بالنقود زهبا جديدا. كما قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم لما سألوه فقال لا يعني سألوه عن بيع الوطب بالطم قال لا تفعل. اول عين غيبة. بيع الجامع بالضراهم الجامع اللي هو الطم الوديء والشيء بالضراهم جديدا طمرا جيدا. يبقى احنا يبقى هذا الحل الشرعي. يبقى النساء اللي بتذهب او الناس اللي يذهبون الى محلات الزهب حتى يغيروا الزهب الجديد وزهب ويدفع فرق المصنعية هذا رب. رب الفضل. او 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 حتى لو 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 زهب بزهب او زهب بنقود وقال له انا اعطيك مثلا السمن بعد يوم او بعد يومين او ثلاثة كل هذا ليجوز لابد نكون لا تبيع منا غائبا بناجز لابد نكون التقابض في المجلس. باب النهي عن بيع الورق عن بيع عن بيع الورق بالزهب دينا. دينا يعني يعني نسيئة. نهي عن كده انه هو ولا تبيع منا غائبا بناجز. هو هذا معناه انه هو اللي هو اللي هو بالدين. لا لا بد ان يكون التقابض في المجلس. حديث البراء ابن عازم وزيد ابن ارقم وزيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه عن ابو المنهال. قال سألت البراء ابن عازم وزيد ابن ارقم رضي الله عنه عن الصرف. عن الصرف. ايبا ايه ابو المنهال سأل سأل سألت البراء ابن عازم وزيدة بن قرقم رضي الله عنه عن الصرف. كله فكل واحد منهما يقول الصرف اللي هو ايه? الصرف اللي هو بيع الزهب بالفضة. بيع الزهب بالفضة. يعني مع اختلاف ايه? مع اختلاف الاجناس لك المشتركة في العلة. لكن يطلق على النقود. ما يطلقش ما يعني بيع البر بالشعير لا. لان هذا الصرف معناه اللي هي الاثمان. بيع الاثمان بعضها ببعضها. فكل واحد منهما يقول وهذا خير مني. وهذا من من ادب الصحابة رضي الله عنه. وسأل البراء ابن عزب وزيد ابن ارقم. فليسأل البراء فيقول البراء هذا خير مني. يعني زيد ابن ارقم. ويسأل زيد ابن ارقم. فيقول هذا خير مني على البراء ابن عزب وزيد ابن. وهذا هو الادب الذي يعني الذي كان عليه الصحابة رضي الله وطخن عمه. من ادبهم انه كان كان يعني 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 لا يقدم احدهم نفسه على على غيره. بل يقدم غيره على نفسه. هذا من الادب الذي ينبغي ان تتعلمه. لا تقدم نفسك. بالعكس ان انت انت تؤخر نفسك. ويتقدم غيرك. نعم? وهذا ادب الصحابة رضي الله عنه كله منه يقول هذا خير مني. يعني البراء يقول عن عن زيد ابن عقم وزيد ابن عقم خير منه. ويوحرب وزاد الى زيد ابن عزب رضي الله وطعاله عنه. فهذا من الادب. هذا بالصحابة الذي ينبغي ان نتعلمه. كزيلك من الادب ايضا هو ايه? هو التورع عن الفتة. ان انسان يتورع عن عن الافتة فيما فيما لا يعلم. والحقيقة ان كثيرا من الناس لا يتورع عن عن هذا الزباب. ويرى لنفسه حقا ان يتكلم وهو وهو لا علم له ولا بصيرة له ويتكلم في امور قد يتوقف فيها العلماء. لكن لانه جاهل فهو لا يدري يعني يهرف بما بما لا يعرف. نعم? وهذا خطأ كبير جدا والمسألة هو يظن ان مسألة. حتمض. والمسألة لن تمض. لان الله جل وعلا يقول ولا ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني لا تتبع نفسك ما ليس لك به علم. ولا تتبع ما ليس لك به علم. ان السمعة والبصر والفؤادة كل اولئك كان عنه مسؤول. كل واحد افتى الناس اعطى لنفسي الحق العجيب يا العجيب جدا. ان الناس مسلا لو تعطي النفسها الحق تتكلم في مسألة من المسائل البسيط في في لو سألته تقول له مثلا خمن بطاطس كامل النهاردة. قال ليك من البطاطس. خمن اللبيا كامل النهاردة. هيقول لك ايه? هيقول لك خمن اللبيا كامل النهاردة. بقول لك الله ما يعرفش. لكن تعال اتكلم امامه في مسألة تجد ان هو ينباير الكلام في الدين. يا عمد انت بتقول انت انت كنت لا تعلم سعر سعر الطماطم من سعر البطاطس مثلا. فلماذا تعطي النفسك الحق تتكلم في دين الله جل وعلا بلا علم. فهذه من الجوء على على دين الله عز وجل وهذا من 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 قلة الديانة. الفتوة كانت تدور على اهل بدر. بدريون كلهم. وتعلموا وما ادراكم ما البدريون. ها? قوم قال الله لهم اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ومع ذلك الفتوة تدور عليه. وكل منهم يتورق عن الفتوة. فما اسألت الفتوة احيانا بعض في بعض الاخوة بيخطئ يقول لك والله واحد سألني عن كذا. طب انت مالك انت. ما تخليه هو يسأل. وانت تسأله اصنا وقال له انا اسأله. طب انت تسأله او انت مفتي. يتسأله. وممكن تسمع السؤال خطأ او تفهم الاجابة خطأا. فتوقع نفسك في الموالد وتضل. فانت متسألش لحد ما او صاحب السؤال يسأل. تسأله انت لماذا? يعني هم كسل مثلا ينزل يسأل المسألة وقول لك والله يسألني بقى واحد. اسأل الشيخ اللي عندك وده. اسأل لي. اسأل لي. اسأل لي. ويسأل فيه مسألة الطلاق مسألة من مسألة الطلاق اللي لعلماء الكبار. لم ياتيه واحد يقول له واحد محكمة. اذهب المحكمة. اذهب القاضي. اذهب لجنة الفتوة مثلا. فتجد واحد يسأل في في مسائل يعني يعني يتوقف فيها الكبار. مسائل عظيمة. ده وما شاء انك انك تسأله. يا اخي قل لا اعلم. اما انت اعلم واما لا تعلم. انك رح تسألهم طريقة ببا وانت كذلك تسمح نفسك بان تفتيه. لا الكلام ده كلام ده خطير جدا. لان 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 التقوّل لان اخطر شيء. لان المفتي ده بيوقع عن الله سبحانه وتعالى. المفتي. ابن القيم لما 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 ألف كتابه. اعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني المفتي ده لما بيوفتي مسألة. بيوقع عن رب العالمين بحي يتسأل عن المسألة التي التي وقع عنها دي. اللي هو افتاها للناس. فالمسألة خطيرة جدا. مسألة خطيرة جدا جدا في المسألة. فانت تتأدم. تعرض عليك مسألة. ان كان لك تتكلم بعلم وان لا تتكلم. ويعني قال الله جلال فاسألوا. اهل الذكري. ان كنتم لا تعلموه. لذلك ابن عزب فكل واحد منهم يقول هذا خير مني. مش انا خير منه. انا خير منه ده. هذا مذهب ابليس. قال انا خير منه. خلقتني مناي وانا خلقته من طيب. لكن انا الادب الصحابة هذا خير مني. فيتجو. وزي كما ذكرت لك لا تقدم نفسك. بتقول لش. انا اولى. انا اولى يا بالامامة. ولنا ا اولى بالدفس. انت اولى بنعة ليه? انت بتقدم نفسك ليه? لعما انت المقدم. وانت المؤخر لا اله الا انت. والمقدم هو الله سبحانه وتعالى. والمؤخر هو الله عز وجل. اللي هيخارك هو رب العالمين. والي يقدمك هو رب العالمين. انت تصبح بينك بين الله. قال انت تقدم نفسك. لا. قال فكل واحد من هما يقول هذا خير مني. فكلهما يقول نهى. يا مسألة عن ايه? مسألة عن الصرف. فكلهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الزهب بالورق دينا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الزهب بالورق الورق اللي هو الفضة. دينا يعني لابد ان يكون التقابض ايه? في المجلس. هو معنى قوله عليه صلى الله عليه وسلم لا تبيع منا غائبا بناجز نجز اللي هو الحاضة. يقول لابد يكون ايه? الزهب بالورق في تفاضل طبعا لان الزهب خلاف الورق اللي هو الفضة. لكن يعني خمسة جرامات بزهب بخمسمائة جرام فضة لا بأس. لكن لمدة قبض او اناها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الزهب بالورق دينا. دينا ان حضو محاضر والسالفين في الزمة. لا لا يجوز. البخاري رحمه الله اطلاقوا الباب بيع الورق بالزهب نسيئة يعني تحريم بيع الورق بالزهب نسيئة. حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال انها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والزهب بالزهب الا سواءا بسواء. سواء بسواء يعني ايه? سواء بسواء يعني ايه? يعني مثلا بمثل. خمسة جرامات زهب دي خمسة جرامات زهب. خمسمين جرام فضة بخمسمائة جرام فضة. بغض النظر الفضة دي فضة آآ آآ تركية والفضة دي فضة آآ آآ مصرية لا. الوما ін دي فضة وفضة يبعا ايه? ي verme من التماثل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء مسواء. سواء مسواء يعني لابدها يكون مثلا بمثل. نعم. وامرانا وكذلك ان تكون خضوهات. في الوزن. في الوزن طبعا. انا ما اعملوه خمس الجوامات. انا ما اتكلم في مش هي واذا بيباع بال يعني اه بالكيلة في ابو عمران بسلام. اذا بيباع اذا بيباع اذا بيباع ايه بالوزن. طيب وفضة بفضة ايه? في الشرع بتفضة حنبيع فضة بفضة يبقى مئة جرام فضة بمئة جرام فضة. مئتي جرام بمئتي جرام بغرض النظر بقى عن نوع الفضة هذي ونوع الفضة هذي. طب يحلها كيف يحلوها كما ذكرنا? يبيع الفضة بالنقود ويشتري بالنقود فضة اخر. لكن فضة بفضة لابد يكون فيها احسنت. وامرانا ان بتاع ايه يقول انها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والزهبة واستغفر الله والزهبي بالزهبي الا سواء بسواء. وامرانا ان بتاع الزهبة بالفضة كيف شئنا? كيف شئنا يعني ايه? سقط شرط التماثل. لان اختلفت الاجناس. لكن يابد يكون يدا بيد لتبيع من غائبا بناجس. يابد يكون يدا بيد التقابط فيه? في المجلس. ولزي كنا قلت لك لو انت بتبيع عملة ده يوح لشكلة الصلافة فتقول له تعالى استلم النقود بعد ساعة بعد ساعتين. او ببيع اهل البنك وبنك يقول له ما فيش نقود تعالى اخر اليوم او تعالى غد غد. لا كل الكلام ده لا يجوز. هذا يبقى النسيئة. لا يجوز. لا تبيع من غائبا بناجس. يابد يكون التقابط. يبقى لو لو اردته كده تقوله خلاص لما يكون عندك النقود اخبرني. تاخد نقودك وتمشي. ويتنصرف. وتعود له لما يكون عنده ايه? لما يكون عنده المال موجود فتعطيه هذا. هاء وهاء. يعني خزوية. نعم? ان يقول نها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والزهب بالزهب. الا سواء بسواء. وامرنا ان بتاع الزهب بالزهب بالفضة كيف شئنا? والفضة بالزهب كيف شئنا? كيف شئنا? يعمل مقصود بذلك هو سقوط شرط. التماسل. يعني خمسة جرامات زهب بخمسمائة جرام فضة. لا بأس. لكن يبقى يتقابط في المجلس. اظن المسألة دي واضحة جدا عندنا. البواب البخاري على هذا فقال باب بيع الزهب بالورق يدا بيد. يعني وجوب. اقصود الامام بخاري بوجوب بيع الزهب بالورق الفضة. نعم? يدا بيد. يعني ان يكون التقابط في المجلس. اخر الباب ويأتي بإذن الله يجل وعلا. باب بيع الطعام مثلا بمثلا. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبرارك على عبده ورصمونه نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ترجمة نانسي قنقر